جلو عا طلع شوية الشاعات ان هو لا سمح الله صار به شلل ولكن هو طلع شوية ستوريات ووضح ان هو مجرد سحب دمه اكثر حطوكم ستوريات شفوها يا جماعة عبد صيحو كنت بعمل فحص طبي عادي ما في نشي الحمد لله انا بتاني بالصحة بس هذا ضياء باشي نعمل لك جو في الانستجرام فعملنا لها وكان عب صورني جماعة والله هذا باشي نعمل لك انا تمام خلاش من العملية خلاش من العملية الكل عبد عدتلي على الواتس ما هو ما عندي انترنت لحتى انزلكم بس عبريشان اطمنكم حبيبي ننتقل حاليا اليارا يا حبايب والفولو السووات لبيسان اسماعيل واناس الشايب ولكن هم مردوا لهذا الفولو حسما الى غالب متوقع انه قمر الطائسة بسبب صحبتها وهي بيسان فهي مردت لهذا الفولو اكون اكتبوا لكم التاشتراكم بذا الخبر ننتقل حاليا اليارا يا حبايب بالمختصة صار عنده حبيبة جديدة في التشار هذا السوري عند هذا الشخص اللي كان منزل السوري انه كان وسام تيكت قاعدين مبنية بشكل كلش قريب وبالنفس الوقت هي كانت لازمة ايدها ولكن بس شافوا التصوير نوعا ما سحبت ايدها وهو سحب ايدها راح ادوكم لقطة شوية يا حبايب ببطئلكم اياها شوفوها وركزوا بيها زين مثل ما شافين يا حبايب هنا بهذه اللقطة هو كان حاط ايدها فوق ايدها وبس شافوا التصوير تسحب ايدها وسلم بيها فكرة احباب لكم التاشتراكم حبيبات وسام تيكت جديدة اللي هي اصلا لح تدخل بريق هاي تسريبات حصرية مني لكم ننتقل الحالي للتهجم يا حبايب اللي تعرضت ليشيم اللي هي حبيبات باريش بسبب تنزيل هذا الاستوري انه عن ما كانت تبوص صديقتها ولا تلحسها ومدرش شنو وبإضافة تنزيلها هذا التيكتوك اللي كانت ترقصي وولد اللي هو مو باريش دادا ولد جديد وهو يكومنتات تجاه الوين باريش عنك وحصلين اللايكات فكتم للكومنتات ستحق التهجم او لا وبالختام يا حبايب عن نور ستار واعلانها عن تنزيلها مقطع جديد راح يكون مقطع خرافي الى علاقة بكوريا حسب ما نزلت هذا الاستوري تقول شرط غراض من كوريا راح تفتحنا ايها بالمقطع فكتونا يا حبايب الكومنتاج كنتو بتحمسين لهذا المقطع بالاضافة يا حبايب انتشر هذا الاستوري هو نور مارتشاند يحتيو يا شخص فجيقوا شوفوا القمر الاغلا متوقع انه هو مقصود قمر الطاي انه قمر شوفوا القمر حلو شوفوا الى الامر مع احلى شوفوا الى الامر مع احلى شوفوا الى الامر مع احلى واو مسؤول الى هنا وصلت المقطع اجروا مقطع باللايكات 20 نيه الفلايك 30 نيه الفلايك معنا وصول بس اوكي بس اشتركوا في القصص احبكم ومع السلامة